موسيقى 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 بتتعمل اكبر مزرعة انتاج تمر في العالم احنا بنعمل كتير بنعمل كتير لمن؟ لينا لشغلنا لحياتنا لمستقبلنا بنعمل حاجة زي ما انتو شفتهم بتشكلب وتكامل موسيقى موسيقى قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر الجمعة بجولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بمنطقة تشكة تضمنت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب فضلا عن مزارع الاغنام حيث اطلع سيادته على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتطورات العمل الجاربها من القائمين على التنفيذ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بان السيد الرئيس التقى عددا من المهندسين والعملين بتلك المشروعات العملاقة والتي تهدف الى تنمية منطقة جنوب الوادي واقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادي النيل تتأسس على نشاط الزراعية ثم الصناعات الغذائية ومنها الى باقي الصناعات والانشطات العمرانية المختلفة وتبلغ مساحة مزارع التشكة حوالي ستين الف فدان حيث تعد اكبر مزارعات على مستوى الجمهورية وتعتمد في الرئي على ترعة تشكة من خلال محطة رفع تضم سبعة لنباط للامداد بنحو سبعة الاف متر مكعب من المياه في الساعة وبالنسبة لمشروع مزارعة التمور بتشكة فقد تم تخصيص مساحة اربعين الف فدان لزراعة نخيل التمور الفاخرة ذات الجودة العالية باجمالية مليونين ونصف المليون نخلة وذلك بهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لانتاج وتصدير التمور كما تم تخصيص مساحة اشرين الف فدان من مزارعة تشكة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقمحة بالاضافة الى مائتي فدان خصصة لمزارعة العنب وذلك من اجمالي مساحة ثلاثمائة الف فدان قامت بزراعتهم الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الاراضي على مستوى الجمهورية وذلك فضلا عن تعظيم القيمة الاستثمارية لمزارعة تشكة عن طريق تربية وانتاج الاف الرؤوس من الثروة الحيوانية من الاغنام السيد الرئيس اشهد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ مشروعات مزارعة تشكة مؤكدا ان الشعب المصري ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التي تصب في مصلحة انجاز تلك المشروعات الاملاقة وفقا للجدول الزمني المقرر ومنوها الى الانعكاسات الايجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة ومستقبل افضل لابناء الشعب المصري دايما بقول احلموا واجروا على حلمكم احلم يا انسان يا مصري واجروا على حلم احنا لما احلمنا بنحنا نعمل 2.5 مليون نخلة هنا كان حلم كبير انك تعمل حجم زي كده في وقت قليل انما في الاخر مشين بشكل كويس وقتصور انا شفته النهاردة احنا بنكلم على الاقل في ال 500-600 الف نخلة حتى الان يعني بداية الطريق ويمكن على اخر حسب الترتيب او الكلام اللي تقال لي نبقى للجدول الزمني ان احنا على اخر 20 نكون خلصنا وعايز اقول للناس المصرين اللي بيشوفوني على الاقل اللي موجودين من الوجه اللي قبلي هنا فيه فرصة مش بس على قد المزرعة اللي موجودة هنا لا انا شايفي مزارعة تانية للشركات اخرى بتشتغل واحنا نويين ان شاء الله ان كل البنية الاساسية المطلوبة لاستكمال الزراعة هنا في المنطقة ان شاء الله طالما ان الارض هندفع بس الجان تبص على بقية الارض اللي موجودة نتطمن ان الارض دي ارض صالحة للزراعة بشكل كويس قوي نكمل البنية الاساسية ونبتري نشتغل مرة تانية وبالمناسبة احنا بنيجي نعمل مشروع بنعمل مشروع متكامل كل القيمة المضافة المطلوبة للمشروع دوت بنعملها والله انا لو ما كانكو ابقى اسعد واحد في الدنيا ابقى اسعد واحد في الدنيا لانتو بتبنوا بتبنوا البلدكو مش ديك انت يمكن لما تكون بتبني ليك بتقول ما انا يعني لكن انت بتعمل حاجة احلى من كده يعني الواحد لما يعمل لنفسه شيء ويعمل للاخرين شيء تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة